صباح الهنة صباح أمم أفريقيا صباح الجمال صباح العسل للنوار الدنيا واساس جمال بناسعى دايما بيكون حضرتك معنا وخلي سؤالنا الأول لحضرتك والسؤال كالتالي ينفع كده لا ينفع كده طبعا لا ينفع اللي شوفناك ماتشوف لا 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 طبعا لا الأداء طبعا غير مرضي ويعني إحنا في خامة يعني أولا رغم أن أنت أحرزت هدف مبكر إحنا قلنا الليلة ماشية معنا طبعا يعني لما تسجل الهدف بعد ديئتين من بداية المباراة فالتوقعات كلها أو الطموحات كلها أن أنت تتحقق فوز كبير على موزنبيق لكن للأسف الشديد إحنا شفنا السيناريو مخالف للتوقعات والأمنيات خالص صحيح وده يمكن اللي خلانا مع بداية الشوت التاني نقول الأداء يتغير يتغير بس للأسف اتخطفنا بهدفين بصراحة كشفوا العيوب الدفاعية والأداء الغير متوازن اللي إحنا قدنا به يعني أنت ما جبتش جوان ما عززتش لها ما جيش بقى فيك قابلين بالطريقة دي يعني عيب قوي شكلها مش حلو يعني لكن برضو لازم يعني مش كلام نظري لازم نقول أنه أحيانا البدايات بتبقى سيئة جدا يعني حتى شفناها مع فرق كتير كل فرق غير المصنفة حققت نتائج بزبط يعني يمكن ده يعني لسا كنا بنتكلم برضو قابل الأول هو ده اللي خلى الناس تهدى شوية في الحكم على المنتخب يعني مش أنت لوحدك اللي حصل لك كده أه بس إحنا قلنا على فترة يعني عارف عبد الشاكور مبارح جزء الأول من الحلقاتنا النهاردة كلنا منقول إينا ونهيوان إن في بعض الأحيان بيبقى عادي إلى حد ما إن أنت ما تلعبش بالفول باور بتاعتك تمام بس إحنا مش خفناش أي باور مش فول باور أهنا مش خفناش أي باور بص هو هي عايز أقول إنه التعادل ده أو الأداء ده أنت فزت في آخر أنفاس المباراة يعني ما يعني وبضربة جزاء ممكن كان الراجل يحسبها صحيح الحكم الموريتاني أو ما يحسبهاش طبعا يعني أنت كان مصيرك كله معلق بالقرار بتاع الفار صحيح إن هو الحكم يقتنع أو لا بعد إعادة اللعبة وممكن هي كمان تدخل أو ما تدخلش وكان ممكن تدخل أو ما تدخلش